الجهاز العصبي لكلب السمك Nervous System of Cellurinus Canicula يتكون الجهاز العصبي من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي أولاً الجهاز العصبي المركزي يتكون من المخ والحبل الشوكي المخ أكثر تطوراً من مخ البترو ميزون وينقسم إلى مخ أمامي ومخ متوسط ومخ خلفين المخ الأمامي Forbrain عبارة عن بصلتين شميتين فصين شميين نصف الكرة المخية موجود على سرير المخ الجسم الصنوبرية على سطحه الظهري الضفيرة المشيمية الأمامية الغدة النخامية على سطحه البطني المخ المتوسط Midbrain عبارة عن فصين بصريين المخ الخلفي Hindbrain عبارة عن المخيخ للمحافظة على الاتزان الجسم الحبلي Rustiform Body النخاع المستطيل Medela Oblinguita والذي يمتد منه الحبل الشوكي ثانياً الجهاز العصبي الطرفي ويتكون من أعصاب مخية أعصاب شوكية جهاز عصبي ذاتي ألف أعصاب مخية يخرج من المخ عشرة أزواج من الأعصاب المخية cranial nerves والتي تتفرع من منطقة الرأس وهي واحد العصب الشمي Olfactory nerve اثنان العصب البصري Optic nerve ثلاثة محرك العين Oculomotor nerve أربعة البكري Trucular nerve خمسة التوأمي الثلاثي Trigeminal nerve ستة مبعد العين Opticent nerve سبعة العصب الوجهي Facial nerve ثمانية العصب السمعي Auditory nerve تسعة العصب اللساني البلعومي Glossopharyngeal nerve 10- العصب الحائر Vigas nerve باء عصاب شوكية أزواج ظهرية وبطنية يتكون الجهاز العصبي المركزي من الحبل الشوكي Spinal Cord والذي يتصل مع المخ كامتداد لنخاع المستطيل ويستمر حتى نهاية العمود الفقري تخرج من الحبل الشوكي أزواج من الأعصاب الشوكية Spinal Nerves والتي تزود أعضاء الجسم المختلفة جيم جهاز عصبي ذاتي سمبتاوي وغاسمبتاوي جهاز عصبي سمبتاوي وهو عبارة عن أعصاب من المخ الحبل الشوكي وهنا يكون النقل العصبي الأدرينالين كرينوساكرال جهاز عصبي جار سمبتاوي وهو عبارة عن أعصاب خارجة من الحبل الشوكي والنقل العصبي هنا هو الأستايل كولين ثوراسيكو لامبر